هنلاقي ان اول سؤال ليه مهم ان احنا نحافظ على المية ونستخدمها بشكل صح ليه تفتكروا ليه تعالوا نفكر مع بعض هنلاقي ان المية عندنا مهمة جدا لازم نحافظ عليها طيب ليه عشان تفضل لنا وللاجيال اللي بعدين كمان من خلال المية هتساعدنا ان احنا نزرع ارض اكتر ونقل الاستراد الاكل من برا وده طبعا هيبقى احسن بكتير لاقتصادنا طيب اتنين ازاي نقترح طرق مبتكرة عشان نشوف ازاي احنا نستخدم المية باسلوب صحيح خلال الاستخدام اليوم بتاعنا هنلاقي من الافكار اللي موجودة في النص ازاي نرشد استهلاكنا للمياه ازاي نستخدمها بشكل صحيح لو الحنفية عندنا بتنقط او فيه عطل في اي مصدر من مصادر المياه المفتوح احنا ما ينفعش نسيبه بايز لازم نقفله كويس ومحتاجين نعمله صيانة وكمان ممكن نستخدم المية دي في ان احنا نسقي الزرع اللي موجود في بيتنا طيب بالتنقيد زي ما الدولة عملت بالزبط عملت ايه دولة في لو حطينا ازايز بلاستيك والازايز دي حطيناها ملينا المية في السيفون ده هيقل من كمية المية اللي بتملي السيفون وطبعا يا ولاد ده مهم جدا لان احنا نوفر المية شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الان موسيقى